مبروك أول شي، مبروك للعلاق، مبروك للبنان، مبروك للرياضة بس قبل ما أحكي أكتر بهيدا الموضوع اليوم، ليه ما بدك حدا يفتشك برا؟ شو الغلط؟ طلبك غريب يعني، ليه بدك تفتش؟ لماذا غريب؟ السلاح ما بحمل أنا، فأول مرة بفوت على انترفيو بتفتش، أنا قبل اتكرمي لك يعني، بس عظم تمنى بس إستاذ أسعد، صراحة أنت بتعرف محبتك، النجومية عنوانك يعني أنت شخص فيك مقومات النجومية للعالم هل قد بتحب تتصور معك؟ بتحب تعمل مقابلات، مثل ما أنا بحب أعمل مقابلات معك؟ مش موضوع نجومية، أنا الحمد لله كل مركز بيستلموا، أتنا بيقولوا بعبي المركز أو بعط المركز حقه قد الكرسي، تعبيها بتصور هيك، لهذا السبب يمكن موضوع الانترفيوز، لأنو الانترفيو اللي بعملها يمكن بتاخد سكوب معين يعني أنا عندي صراحة في الحكي، ما بجامل كتير، فالانترفيوز بيكونوا شوي موضوع للعالم هيدا الكلمة، صراحة فهيدا يمكن بتعطي نوع من طب ما بتخاف؟ لا، ما شو بدي خاف؟ لا، إنه اليوم، يعني اليوم أنا، يعني في عالم يقولولي تتجرع تقل له لأسعد سقال هيدا الحكي، اليوم في شائعات بتطلع أمرار، وخاصة شي إنك شخص ناجح إنه، إنه اليوم لو بدي يطلع شائعات على أسعد سقال، ما عندك مانية ترد عليهم؟ هيدا اللي بيستغرب فيه، إنه في عالم بيتجنب ورؤ أسعد ويدي ما عندي شي مخبة، وما عندي شي غلط، ولو عندي أنا أمور غلط كانت قوص علي من زمان بهك إشياء كتير أمور بتنحكها، متل أي شخص يعني بيشغل شأن عام، بينحك علي قصص بوزيتف ونيجاتف، بس إنه النيجاتف كلها تافع، ما قلق إيمة شائعات؟ أسعد سأل قبل ما بلش معك، بدي أطلب لك النشرة، هلأ نشرتك بتقول قداش هي إيجابية أو هي سلبية، بس معرف إنك ما بتخاف، هيدا أهم شغلي إنه عن جد ما عندك خوف هيدا مريحني بالحوار إنه مستعد تجاوب على كل شي، أول شي مبروك قلت لك على الكاس، فشلنا بمحل ونجحنا بمحل فشلنا بنيد النجمة، اليوم فوز كتير كبير للبناء برأيك تمام فشلنا، أنا بعتبرها لنجحت بنيد النجمة بظروف معينة، أو بالظروف يلي أنا كنت فيها هيدا كان المكسيموم يلي بنعطى لنيد النجمة اللي بنعطى بأيام نادي النجمة، أوكي المكسيموم نتائج ممكن تتحقق بظرف كل العالم حربون عليك، وكل العالم متكتلين عليك، فالنتيجة اللي طلعنا فيها من بعد خمسة سنين بالنادي، هيدا المكسيموم اللي فيك تعمله بهيك ظروف، أوكي كما اليوم لو سنحت لي ظروف أفضل من كثير نواحي ما بدي أحكي فيها، كانت يمكن النتائج بعض أفضل وأفضل، نفس الظروف سنحت الإيجابية، سنحت بالنادي الرياضي، النتائج كانت تختلف كليا موقعك صح اليوم؟ رحت على الخط الصح، كثير صح، كثير صح، وين الصح فيه؟ الصح أنه تشتغل ببيئة إيجابية، مش بيئة سلبية، ببيئة هي وراك ودفشتك لقدام، مش بيئة أنت ماشي وعم تخبط فيها عم تخبط، أنا بيئة مقصدة فيها، كل العاملين بالجو اللي أنت عم تشتغل فيها مقصدة كل العاملين بكرة القدم، وكل العاملين بكرة السلة، أنا بكرة القدم، كنت عم بتحارب من معظم الأشخاص اللي فيها المحيطين، المحيطين يعني من أندية منافسة، هذا الشي طبيعي، من اتحاد شي منه طبيعي، من بعض جمهور كان فيتين عليه البعض؟ البعض طبعا، وهذا الشي كمان منه طبيعي، واللي منه طبيعي كان أنه من أشخاص من قلب النادي، فإذا بتشمعه نهولي خير، راح نحكي أفضل، هوق بالجهة الثانية، كل اللي ذكرته، الإيجابي، إيجابي، 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 شو برق تقول لنا نادي الرياضة؟ قبل ما ناخد النشرة طبيعي تكري؟ برجع بارك، هذا الجمهور الكبير اللي وقف ورانا، اللي دايماً حد النادي بالصراء وبالضراء، بالإخصار وبالربح، بدي بارك للإدارة، بدي بارك لمجلس الأمنة، فرداً فرداً، للجهاز الفني، اليوم هيدا الإنجاز اللي صار مش شخص عمل للإنجاز، هيدا إنجاز عمل جماعي، من كل اللي بالنادي موسم كامل، لوصنا للنتيجة اللي نحنا بدنا إياه،